جميلة بلدي بنعمل كتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكي وكمان جميلة بشعبك اللي مليان نمازج مشرقة ومشرفة وبيبزلوا كل تقطهم عشان يثبتوا للعالم كله أن الجميلة يبنط اشتركوا المشاهدين بصفحتنا على الفيسبوك اللي زهرها مع حضرتكم على الشاشة وبعد الفاصل بنتوقف مع فقرة السوشيال ميديا واللي بنختار من خلالها مجموعة من الأخبار سواء كانت أخبار محلية أو عالمية تم طرحها وبسها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبالتأكيد الأخبار العالمية ممكن نستفيد منها بشكل كبير جدا عشان نخلي بلدنا جميلة يا بلدي أول خبر معنا في فقرة السوشيال ميديا حيكون خبر خاص عن أغرب المدارس على مستوى العالم زي ما حضرتكم معارفين طبعا أي مدرسة بتكون عبارة عن مجموعة من الفصول والفاصل بيبقى فيه مثلا سبورة بيبقى فيه مجموعة من ديسكات أو يعني المقاعد الخشبية اللي بيقعد عليها الولاد فصل مغلق يعني محاط بكل جوانبه مقفول الحاجات دي كلها مش موجودة في المدارس اللي احنا بنشوفها وبنتبعها لأنها مدارس غريبة جدا المدارس دي طبعا بعضها مدارس زي ما بيتقال عليها مدارس عائمة يعني تم إقامتها داخل البحر أو مدارس واخدى شكل هندسي معين يعني في الأول وفي الآخر هي مدارس مختلفة تماما لا فيها لوحة ولا فيها ديسكات الولاد قاعدين عليها بشكل مرصوص ولا فيها حيطان بتحوطها من كل الجوانب وفصل مقفول على المدرس والطلاب يعني أيا كانت بقى شكل المدرسة أو شكل الفصول احنا اللي يهمنا في الآخر إن الولاد يتعلموا بشكل صحيح فطبعا يعني تحية لكل المدارس سواء كانت مدارس لقليدية أو مدارس غريبة طالما بتقدي مهمتها في إن هي تعلم الأولاد والخبر الثاني هيكون عن أغرب حفلات الزفاف ليالي العمر اللي كل اتنين بيحلموا بيها وبيفكروا إزاي ممكن تكون ليلة العمر دي ليلة من ألف ليلة والناس كلها تتكلم عن جمالها وعن الحاجات الحلوة اللي ظهرت من خلال حفل الزفاف الحقيقة طبعا يعني حفلات الزفاف الغريبة اللي بنشوفها بنتبعها مع حضراتكم أصحابها قرروا إن هما يحتفلوا بليلة العمر سواء داخل منطاد سواء فوق جبل وهم بيغوصوا تحت المية وهم وسط السلوج يعني الحقيقة طبعا كانت حاجات مجهدة ومرهقة أو إحنا ممكن نكون شايفينها كده لكن هي بالنسبة لهم كانت حاجات ممتعة جدا وشافوا إن هما خرجوا من هذه الليالي بذكريات جميلة وبليلة زفاف مختلفة تماما عن أي حفل زفاف آخر ونروح معاكم لتوكيو عشان نشوف معاكم معرض سيارات هو الأغرب من نوعهم الحقيقة المعرض ده يعني شارك فيه مجموعة من أشهر مصانع السيارات في العالم وقدموا العشرات من التصاميم الخاصة بالسيارات الغريبة جدا واللي المفروض إن هي يعني بتقدم لنا مستقبل السيارات طبعا الأشكال اللي احنا شايفينها هي أشكال خاصة بسيارات كده ممكن نشوفها أو يعني احنا مش هنقدر نشوفها الحقيقة لكن اللي حيبقى موجود بعد ميت سنة ممكن يقدر يشوف هذه السيارات ويمكن كمان يقتنيها هي سيارات المستقبل طبعا مليانة حاجات كده نعتبرها قريبة شوية من الخيال أو زي ما نكون كده وصلنا للفضاء يعني حاجات طبعا جديدة وحاجات غريبة لكن المستقبل أكيد بيحمل كل ما هو غريب بالنسبة لنا في الوقت الحالي زي ما احنا دلوقتي بنعيش في زمن لو رجعنا كده الميت سنة فاتت أكيد الناس اللي كانوا موجودين ما كانوش متخيلين أنه بعد ميت سنة حيعيشوا في عصر الموبايلات والتاب وكل التكنولوجيا الحديثة اللي احنا بنستمتع بها عموما اللي يعيش يا ما يشوف العام الدراسي بدأ من أسابيع قليلة والحقيقة النهاردة من خلال حلقتنا هنحاول أن احنا نقيم موقفنا يعني نشوف إيه الحاجات اللي احنا بدأناها غلط وإحنا دخلين هذا العام الجديد ونشوف إيه الحاجات الصح اللي ممكن نزود منها أو ندعمها عندنا في بيوتنا عشان نساعد نفسنا ونساعد أولادنا فإن احنا نستكمل هذا العام الدراسي ونحقق من خلاله كل النجاح وكل الإيجابيات أصبح الاهتمام بالتعليم ضرورة ملحة لكل دول العالم حيث أن التجارب الدولية المعاصرة قد أثبتت أن البداية الحقيقية للتقدم والتطور تكمن في نظام التعليم المتبع واستخدامه للأسليب الحديثة والأسليب العلمية المتجددة ومما لا شك في أن الدول العربية لازلت تعاني من بعض المشكلات في التعليم إلا أن مصر قد وضعت المشكلة التعليمية في قمة اهتمامتها وذلك من خلال تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية ولهذا فقد رفعت الحكومة موازنة التعليم في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى نحو 115.7 مليار بني لتتحقق هذه الأهداف برحب بكل مشاهدينا وبرحب بضفتي في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة جيهان الشرقاوي استشاري الصحة النفسية ورئيس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي أهلا بحراتك معنا أهلا وسهلا بك أستاذ عبير وأهلا بكل أستاذ المشاهدين نحن نهاردة بنتكلم عن الخناءة الموجودة في كل بيت للأسف الشديد وإحنا بنزعل لما بنقول كده لأنه بنقول مع بداية العام الدراسي نبتدي نسمع بقى الأصوات العالية والزعية والمشاكل والزعل ويعني حاجات كتيرة قوي سلبيات بنسمعها طول السنة عشان خاطر في الآخر يبتدي الناس تقولك يا أنا خدت نفسي لما خلصنا لما خدت الأجازة فإحنا في بداية العام الدراسي كده وللما أنت شايفة أنه استعدادنا أو يعني دخولنا العام الدراسي بيبقى دخل غلط من الأول يعني إحنا داخلين فعلا مش مهيئين كأباء وكأمهات وبالتالي مش مهيئين ولدنا بوسي هقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم أنت قلت كمان دخلة حلوة قوي في البداية أنه إحنا كلنا كأسرة خلي بالك عندنا حاجة اسمها النفور الأسري النفور الأسري ده مش جاي بس من الأطفال ده جاي من بابا وماما وكل إخوتنا يعني أوريدي إحنا كأسرة عندنا نفور من حتى اسمها تعليم دخلة المدرسة طب ده جاي من فين هل هي جاي من ثقافة الأطفال نفسهم ولا جاي من ثقافة الكبار ولا هو من كتر الضغوط اللي علينا إحنا بتدينا ننفر فعملنا حاجة اسمها ميكانيزم إسقاط على الأطفال الموضوع جايز زي هو أوريدي أولا ولدنا هم حالة انتصاص وتشرب مننا إحنا تمام بيبتصلوا النهاردة أقوالنا مع أفعالنا ما بيقولوش النهاردة لأ أحب المدرسة وشايفيننا النهاردة إحنا كمان علينا ضغوط المدرسة والمصاريف في الدخلة المدارس وهيبقى فيه مدرسين وهنهاتي وهنبتدي نقعد نذاكر كل ده هم سمعينه برغم أننا لأ حبيدة أنا جبت لك الشنطة بس النهاردة على النقيد تماما أنا ببتدي أقول النهاردة أننا فيه حمل وهبق داخل علي فشي طبيعي أن الطفل بيحصل له هو كمان نوع من أنواع النفور وكمان النهاردة النفور جاي للطفل منين لأنه هو بيتحمل المسئولية وده مش المفروض يعني نحمله المسئولية شوية برضه ده الأساس أنه هو يتحمل المسئولية بس يتحمل المسئولية فأركان حياته مش بس عند الدراسة فأنت عملت ينفور للمدرسة لأن أنت عليك أعباء واجبات لكن لو أنا بالتالي بحمل ابني في بناء شخصيته إزاي أنه هو يكون متحمل المسئولية يعني من البداية يعني بلما يشيل هم واحدة شايله بالضبط لا مش بشيله هم على فكرة المسئولية أكتر شيء محبب على النفس البشرية لو النهاردة لا ده لو إحنا قاب نتكلم صح ده لو إحنا دخلنا أنا بقولها يعني بقولها على فكرة مش بقولها جديا يعني بقولها طبعا دعابة دعابة لأنه أنا فعلا بقولي إن إحنا بنشيلهم هم الدراسة بالضبط بدا حقيقي يعني أنا راح أشيل له كذا هم تاني يعني مفروض أنا أحسسه فعلا زراحك بتقولي إن دي مسئولية مش هموم يعني والنهاردة يعني عايز أقولك حاجة المسئولية دي محببة لأنك النهاردة بقيت إنسان كبرت عندك مسئولية تقدر تشيلها إنت كمال النهاردة تقدر تساعد وتقدر تعاون فبالتالي من أول النهاردة ما بيبقى ثلاث سنين على فكرة ببتدي حمل المسئوليات لم اللعب بتاعتك إنت بتشاركني بأن إنت بتشيل الكباية بتشاركني في اللي إحنا بنشيل الأطباق مع بعض عرفة المسئولية النهاردة بتيجي بالتدريج فشيء طبيعي لما يدخل بقى علي النهاردة التزام بوقت والتزام النهاردة بتنظيم وقت بيحصل النهاردة حالة نفور لأن أنا بنام براحتي وبقوم براحتي فبيحصل حالة النهاردة من النفور للأطفال اللي أنا إيه ده الوقت ده رايح إزاي لأن أنا قرأي أصلا في بيتي أنا مش منظر خلي بالك من نقطة دي يعني إحنا في البيت بنسيبهم يصهروا لحد مثلا الفجر وبعد الفجر فلما تيجي المدرسة أنت لازم تنام بدري وتقوم بدري عشان تروح للمدرسة مش اللي هو الطبيعي أساسا والبيولوجي والاحتياج النفسي بتاعه اللي هو المفروض أصلا ينام بدري ويقوم بدري عشان صحتك وسلامتك صحية صحية فبالتالي أنا دخلت له المدرسة كل حاجة النهاردة بقت إجبار عليك كمان النهاردة أنا عايز أقول إيه يمكن إحنا بنتكلم في الصحة النفسية شوية كمان عن الاستعداد الدراسي هل إيه أنت وفرت له الاحتياجات النفسية يعني النهاردة أنت وفرته لإحتياجات المادية زي الباك بتاعته زي لانش بوكس زي النهاردة اليونيفور أنت وفرت له كل النهاردة الماديات طب الإحتياج النفسي اللي الطفل أصلا محتاجه بقيمة الدراسة وبقيمة الروح للمدرسة أستاذ عبير قبل ما أقول له قيمة الدراسة أنا علمت Monitor قيمة نفسك كإنسان حبيت نفسك أساسا أنا كمان النهاردة وفرت لك الاحتياج النفسي اللي انت محتاجه. وفرت لك شروط السعادة اليومية اللي انت المفروض تبقى فيها إنسان متزن وصعيد. وهي الناس كلها تسمعنا داتي تقولك هو احنا عافين نوفرها نفسنا ما احنا مش عارفين نعيش الجو ده عشان نعيش. هي بقى الجزئية دي. هي الجزئية دي. انا من كتر الضغوط اللي عليا. الضغوط اللي عليا. ابتديت النهاردة اعمل حاجة اسقاط على مين. على اللي اضعف مني. ايه. او اللي نهاردة عندي في منطقة امان كده كده معايا ومش هيسبني. خلي بالك بقى من الجزئية دي. فالأم تسقط على الابناء. لانها تقول الوقت في رهبة. ان انا ممكن نهاردة لو الضغوط دي. انا سقطتها في زوجي هيسبني ويمشي. هيطلقني. هيروح لغيري. فمين النهاردة اللي هيشيل. على الولادة. وبالتالي في منطقة امان ومش هيسبني ولادي. طيب. ايه رأيك لو نخرج فاصل. يعني نسأل الناس. نشوف رأيهم ايه في فكرة انه يعني احساسهم ايه بالدراسة. فكرة ان انا حاسة انه الدراسة دي او فترة الدراسة دي بتبقى هامة على قلبي وعلى البيت كله. ليه? يعني نسألهم انتوا ليه بتشوفوا انما الست سبعة تشور بتوع الدراسة دول بتمس العبق عليكم. نشوف قراءهم ونرجع تاني. النهاردة المصاريف زادت في الجامعات. حتى الكتب الجامعية زادت. طبعا حكم المصاريف اللي في جامعة اللي في سنوي اللي في اعدادي. والدروس الخصوصية. حط تحتها مليون خط. فبيضطروا الاهالي يودوا ولدهم السناتر ويدوا الدروس الخصوصية. فلازم يبقى فيه عبق عليه. وابا طالب برضو في حتياجاته شخصية كل ده بيعمل ضغط على وليل امر. عبق المادة الدروس الخصوصية هي مستنفذة كل الاموال بتاعة الاسرة. نرجع مرة تانية ما اضفتي دكتورة جيهان الشرقاوي ويعني معظم الناس طبعا بتتكلم برضو. هنرجع نأكد تانية على فكرة الضغوط المادية. سواء المصاريف الخاصة بالدراسة أو باللبسة أو بالكتب أو كمان المتطلبات اللي تطلب من الولاد بعد ما بيدخلوا المدرسة. والمصروف وإلى آخره. خلينا نقول إنه إزاي أنا هيق نفسي. وهل ده المفروض يبقى استعداد مما قبل الدراسة. إن أنا أهيق نفسي. إن أنا عندي مرحلة معينة يبقى فيه ضغوط مادية شوية. أزبط من بادري. أعمل إيه؟ بصي هقولك حاجة. إحنا دايما نقول كده لما بنيجي نعمل حاجة اسمها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قسمه لسبع أركان. يعني لما تيجي تتعامل حتى مع شخصك. نتعامل نهاردة الركن الروحاني اللي هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى المفروض تكونه النهاردة تقوصك وعباداتك إزاي. بعد كده بتنزلي على الركن الشخصي. الركن الشخصي ده اللي هو النهاردة هدفك إيه في الحياة؟ مظهرك؟ اتخاذ القرارات؟ كل ده النهاردة في الركن الشخصي. فيه جزء بقى الركن الحريك دي كاليم فيه الركن المادي. تمام؟ هو ركن مهم جدا. إزاي بيتقسم؟ لو أنا من البداية طول الوقت ودائما نحنا نعملها كده. المفروض أنه يتقسم حاجة اسمها لو أنت مثلا دخلك سين ألف جنيه. فإحنا بنقول لك النهاردة أن أنت هتطلع كل شهر منه 100 جنيه حاجة اسمها المدى البعيد اللي هو الإضخار. إلا هو عايز حد يشتري حد تقارض بيأمن مستقبل ولاده. الكلام ده كله. فأريدي اسمه الإضخار للمدى البعيد. بعد شوية بنقول له هنشين 100 جنيه من نفس الألف جنيه برضو حاجة اسمها المدى القصير. دخلة مدارس. مصيف. أريدي أنا عارف أن أنا مش هتفاجئ أن أنا دخل علي مدرسة شهر 9. تمام؟ أنا أريدي مستعد أن أنا بعد كم شهر في مدرسة. فبتالي هي بنعمل لها جمعية بنبتدي نحوش. بنبتدي نتدخر جزء من المبلغ بتاعنا الشهري على أساس أن أنا النهاردة في دخلة مدارس فأنا هيأتي نفسي من قبلها. كمان في جزء من مرتبك حاجة اسمها ترفيه لازم تستمتع بفلوسك كل شهر. ولو النهاردة هتشين منها 50 جنيه 100 جنيه هاكل أكلة لأنا بحبها. هخرج مع أصحابي خروجة. هعمل حاجة أنا نفسي فيها حقك على نفسك أنك تستمتع بفلوسك. خلينا نقول أنه اللي أنت بتقوليه صحة بس يعني مع الأخذ في الاعتبار أن في بعض الناس طبعا دخولهم لا تسمح بهذا المستوى من التقسيمات اللي حددك قلتيها. يعني دمنا طبعا إن شاء الله أن ربنا يفرج عليهم. يا رب اللهم لكن أنا فعلا عايز أقول أنه الغالبية العظمى. احنا بنكلمش على فكرة عن الطبقة اللي هي الثرية. على فكرة مش كلمة طبقة موصدية. إحنا بنشوفها. إحنا بنروح الكافيهات بنشوفها زحمة. يعني إذن الناس بتقدر برضو أن هي تصرف وترفع. بس مهم التصبيت زي ما حاكم على فكرة الترفيه زي ما قلت لحادثك مش معناه أن أنا ممكن أجيب مثلا ملابس غالية. ولا أن أنا ممكن أروح أماكن عالية ومولات. لا لا الترفيه ده ممكن أروح النهاردة أخرج. أنا ولادي نشرب عصير على يعني عارفة على الشرع ونرجع على قد الدخل. بس لازم أنا برضو كل يعني عارفة لو أنا دخلي النهاردة قليل جدا. هاخد منه ولو وزء بسيط لازم ترفع بيه عن نفسك. خلينا نرجع بس تحديدا للدراسة يعني. الشكوى الدائمة من كل الناس. إنه السنة قصيرة والمنهك طويلة. وإحنا مش بنلاحق نلاحق. وعلى طول فيه امتحانات وعلى طول يعني ورا بعض ورا بعض. أول حاجة هسألك فيها. هو أنا لازم أعود جنب ابني أو بنتي وهم بيذكروا ولا من هم صغيرين أعودهم إن هم يذكروا لوحدهم. حلوة قوي سؤالك الطفل. يعني قريدي فيه أطفال النهاردة ده على حسب بقى الاحتياج النفس الأساسي بتاع الطفل. يعني فيه طفل ما تخله أساسا التلامس. ده اللي عايزك تلميسي دايما. فقريدي حتى وانت قاعدة في المذاكرة اللي انت رايحة جاية هتلميسيه وترطبي عليه عشان تغفري له النهاردة عنصر الأمان. فيبتزي النهاردة يستقبل المذاكرة براحته. الناس اللي بتحب الوقت أو اللي هي ما تخلها في الحب الوقت. اللي هو انت بتقضي معاها جزء من الوقت. مش بتعملي النهاردة أو تعملي الواجب مكانه. لا. انت بتقضي معاها وقت من المذاكرة عشان يحس بالحب والأمان. ان انت وفرت له الاحتياج بتاعه. دول أكتر اتنين النهاردة من الشخصيات لازم كده تكتشف النوع وشخصية ابنك. هو ما تخله ايه واحتياجه ايه. دول أكتر اتنين بيبقوا محتاجين للأم طول الوقت بتبص عليهم. طول الوقت النهاردة معاهم. لكن بقيت التلات أرماط التانين النهاردة ممكن نحتاج مكافأة. اللي هو ما تخله الهدايا. اللي هو انت اعمل الهومورد وليك مكافأة كذا. او ان احنا بنعمل لأسابات. لما بنخلص الجزئية دي هيبقى فيه إسابة. والإسابة بتاعتنا أو المكافآت لازم النهاردة بنوع عليها كمان لأولياء الأمور. لازم تكون في تلات فعروح. الفرع الأولاني ان هي تكون اي حاجة مادية. يعني اي حاجة بتشترى بالمال. ايه كتاب قصة لعبة اي حاجة بتشترى بالمال بنقول عليها جانب مادية. بعد شوية كمان لازم يكون في حاجة اسمها جانب معنوي. يعني انا مش طول الوقت هجيب حاجات مادية عشان ما خلق الشخص مادية. ايه. انا كمان نهاردة ممكن اخطف حضني. النهاردة رطب عليه. اسقف له. ابتدي اتكلم عنه بشكل لطيف. تمام. اروح قدان زميله في المدرسة واقول ان هو عمل حاجة زي كده. انا مش عايز اقولك انها بتبقى جبيرة قد ايه على نفسية التصف. وبتفرق في حياتك جدا. دعم معنوي ونفسي. اوكي. الحاجة التالتة النهاردة ان انا كمان لازم اعمله اسابة اجتماعية. ان انت النهاردة قريدي عشان انت خلصت لهم مورك بتاعك وكلام ده كله. انت النهاردة هيبقالك خروجة مع صحابك. هيبقالك كزا مثلا هنروع عند تيتا ونلعب النهاردة مع ولاد خالو. قريدي انا خلقت الاسابة بتاعته في ثلاث فروع محتاجها لبناء شخصية. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارك. نرجع مرة تانية مع ضفتي دكتورة جهان الشرقاوي استشاري الصحة النفسية. ودكتورة خليني اسألك يعني. الطريقة الموصلة للمذاكرة للولد او للبنت تبقى ازاي? سواء من الاب او من الام. بصي. اولا ان احنا لازم يكون فيه حاجة النهاردة نوع من انواع التفاهم. اوكي. وان فيه حاجة اسمع قدرات متفاوتة. ده لازم النهاردة ان احنا نعنيها. الاباء والامهات يعني انا اولادك النهاردة فيه فروق فرداء بينهم. والنهاردة معدل الزكاء متفاوت. يعني فيه طفل النهاردة ممكن يكون النهاردة الزاقرة الحفزية عنده عالية جدا. وفيه واحد تاني الزاقرة الفهمية عنده عالية. وفيه واحد تاني النهاردة بصري. وفيه واحد سمعي. فكل واحد النهاردة انا لازم اكتشف نوع وشخصية ابن وفيه واحد ممكن بقى ولا عايز يسمع ولا يشوف ويقرأ ولا عايز يركز وعايز الموبايل وعايز التليفون تمام ده ليه ده ليه الطفل ده ليه النهار ده اللي رافض المذاكرة ورافض الأباء ورافض كل حاجة رافض المدرسة ورافض التعليم هو رافض منقى نفسه الطفل ده عنده أصلا نقص في تقدير الزاد عنده نقص في تقدير الزاد إحنا لما بنيجي نشخص الطفل أساسا المشكلة مزايمة الأم والأبي بيجي يقولوها لا أنت عندك نقص في تقدير الزاد بتاع ابنك هو مش لقي نفسه وعنده النهار ده ضعف في الثقة بالنفس هل كل المسئولية هنا برضو بتقع على عاطق الأسرة ولا ممكن المدرسة بيبقى لها دور هنا في نية حبب الولد في الدراسة في النهي يجي ويشوف زميله ويبقى في الفصل برضو الأستاذة أو المدرسة بتاعته بسي أقول لحضرتك على حاجة نجاح العملية التعليمية هي مسلس على رأس الطفل وفي الجانب المدرسة والمعلمين وفي آخر المسلس الأباء والأمات اللي هي الأسرة الأباء يعني الأب والأم نجاح العمليات التعليمية لازم تكون النهار ده عبر المسلس داخل أنا بقى في مشكلة تاني النهار ده إحنا ليه ما بيوصلش الطفل إن هو بيحصل لحالة النفور اللي حرارك بتقوليها أو عدم المذاكرة أو الأباء مش عارفين يوصلوا أو مين اللي مسئول المسئول الأول الأول وليس الأخير من عمر يوم لتمن سنوات هما الأباء فقط ليس المعلمين ولا الحضانة ولا المدرسة ولا الجامع ولا الكنيسة ولا ما أشبه ذلك اللي مسئول في الغرز 90% من القيم والمعتقدات اللي بتشكل النهار ده الإنسان على ما لا نهاية هما الأباء الأب والأم في الثمان سنين الأولى بيكونوا يعني عاجينة لينة سهل التشكيل آه بس يعني لو أنا أعدت أدي له كل دعم دوته وراح المدرسة ملقاش في الجانب الثاني برضه معنا لسه أقول لي حريك حاجة لحد ثمان سنين صحبة الغرز بتوصل 90% مين هما الأباء الأب والأم فقط هما المسئول الأول بعد كده بيطلع للمين للمجتمع المدرسي مش الحضانة لأن الحد الحضانة هو بيرجع بحصيلة ماما أنا خدت كذا ماما أنا عملت كذا ماما هنا وبابا هما الفلتر فبيدخل الغرز من أول وجديد بينقيلوا كل اللي خدوا لو فيه النهار ده فعلا حاجة اسمع الحوار الحقيقي والإيجابي بين الطفل والأم لأن فيه أمهات يتقول لي أنا ما بعرفش حاجة عن ولادي ما بيجوش يحكولي أنت هنا لازم تقفي وتعمل الطب فقد الحوار معناه أساسا أن فيه جاب أو فيه فجوة بين الأب والأم كمان وريدي بيعمله إسقاط على الطفل فالطفل هنا اللي بيدفع التمن فلازم نخلينا بنى من الموضوع ده بعد شوية بعد التمن سنين اللي هي بقى النهار ده سنة أولى وسنة تانية مدرسة بيبتزي النهار ده يدخل بقى إيه المدرسة الأصدقاء الإعلام وريدي بيقى من التشكيل معايا كل دول النهار ده بعد كده المجتمع بعد كده النهار ده خلاص خرج لدنيا وحياة كل دول النهار ده بيأثروا في التشكيل لكن التشكيل الأساسي والأول ودائما نقول لكل الأباء والأم يتخذوا بالكو من الثمان سنين الأولى 90% من القيم والمعتقدات اللي بتتغيرس في الإنسان بتبقى النهار ده مسئلية كنت الأولى دكتورة جيهاني يعني فيه ناس بتشوف أنه مع بداية الدراسة لازم يبقى فيه كده ستوب لحاجات كتيرة يعني مفيش رياضة مفيش وقت للعب مفيش وقت للهواية مفيش تلفزيون مفيش أنشطة كتيرة بتبقى ممنوعة طالما بدأنا الدراسة انت شايفة أنه ده يعني صح ولا غلط وهل ده بيفرق من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية أخرى أو مرحلة دراسية لمرحلة دراسية أخرى ولا لا أنا شايفة طبعا أن النهار ده الأنشطة ومرشة الرياضة ومرشة النهار ده الإنسان النهار ده المقسم لكذا الجهة قريدي لازم تتوظف كلها في وضوع الأنشطة ده مهم جدا حياة الأطفال كلها بلا استثنى في جميع العالم وليس في مصر بس أو الميدل إست بس من عمر يوم لاربعتاشر سنة العالم الأول بتاحهم اللعب أنت بنتخيلها النشاط في حتة أن أنا أقول له ذاكر لمجرد المذاكرة هو يعمل له نفور أنت لو سألت الطفل أنت تروح المدرسة ليه أصلا بروح عشان ألعب مع أصحابي أنا بستنى الفصح عشان ألعب مع أصحابي أنا هعمل واجب عشان أقوم ألعب فتيجي الأم كده ببساطة جدا أقول له أصلا أنت فاشل أنت مش نافع غير في اللعب دي الكلمة المتداولة لكل الأمهات النهاردة أو معظمها بيتهموا الأطفال بالفاشل هو عايز أقول لها من دي حياتي هو ده اللي أنا برجع له فإحنا بنتكلم كده وهو راجع من المدرسة إيكان إحنا حتى عامين حاجة سماها في تنظيم الوقت للأطفال ابتديه النهاردة وهو راجع استقبليه وغديه وقول له نهاردة أنت عندك نصف ساعة لعب أو تمارس بقى النشاط أو رياضة بالضبط الرياضة بتاعتك النهاردة أيا كان وبعد كده هنبتدي نحط المهام بتاعتنا الوظيفية لأنك كبرت وبقى عندك وظيفة وده شغلك يعني طبعا الكلام مهم جدا والملف ده أصله متشعب جدا ولسه حتى ما تكلمناش عن لجنة المرأة بالإتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مقارتي عشان نعرى برضو طبيعة هذه اللجنة وإيه الدور اللي بتقوم بيه في هذا المجال يمكن النهاردة أو التهيئة النفسية للولاد أتمنى أن كل مشاهدينا يكونوا استفادوا من المعلومات دي ولينا لقاء آخر إن شاء الله شكرا جزيلا لدفتي دكتورة جيهان الشرقاوي استشاري الصحة النفسية والرئيس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي شكرا وبشكر كل مشاهدينا وإن شاء الله نقابلكم في حلقة جديدة وفيها حجحة